اشتركوا في القناة اكترحنا مناقصة لمحطة الدور الثانية ومحطة الدور الثانية ستكون بطاقة استيعابية 1500 ميجاوات للكهرباء و50 جالون في اليوم من المياه ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل في المرحلة الاولى بحلول النصب الثاني من 2020 المحطة الجديدة تنتج 500 ميجاوات من الكهرباء وبعدها في النصب الثاني من 2021 تنتج 500 ميجاوات اخرى وبحلول النصب الثاني من 2022 500 ميجاوات اخرى اي تصبح المجموع 1500 ميجاوات بالنسبة للمياه الـ 50 ميجاوات سوف يتم تنفيذها على مرحلتين في النصب الثاني من 2020 يعني السنة القادمة 25 مليون جالون من المياه بتكون متوفرة من المحطة الجديدة وبعدين النصب الثاني اللي هو 25 مليون جالون من المياه يوميا يكون في النصب الثاني من 2022 وقال سعادة وزير الكهرباء والماء ان الهيئة قامت بتركيب 120 ألف عداد ذكي وان العمل يجري بشكل متسارع لتشمل العدادات الـ 400 ألف و 12 ألف مشترك ويتناسب مع عمر العدادات الموجودة وخطة التبديل بواقع 50 ألف عداد سنويا حسب الميزانيات المرصودة لتقطية مختلف مناطق البحرين هيئة الكهرباء والماء ابتدت بتغيير العدادات القديمة وأي عداد جديد لازم يكون عداد ذكي إلى اليوم عدادات الكهرباء الذكية هي أكثر من 120 ألف عداد تم تركيبها وكل سنة الهيئة تحاول تغير 50 ألف من العدادات القديمة إلى عدادات ذكية بالنسبة لعدادات المياه الذكية تم تركيب 96 ألف عداد ذكي وإن شاء الله بنهاية السنة القادمة 2020 يتم تركيب جميع عدادات المياه استبدالها بعدادات ذكية والعدادات الذكية كذلك فيها منفعة أخرى أنها تمكن أو تسهل تركيب الطاقة الشمسية في المنازل لأن العداد الذكي يمكن من القراءة من الجهتين من طرف هيئة الكهرباء والماء ومن طرف صاحب المنزل الذي ركب الطاقة الشمسية وإذا عنده فائض يحول لهيئة الكهرباء والماء من خلال نظام يسمونه صافي القياس من طرف سنة التميترين من الفل husband من لمشاهد أن العدادالة أكيد وشاهدت السنة الحyl لعorderات المتvisلة